حضرة النبي يا سادة حضرة النبي لما اختلف مع السيدة عائشة ارتضى بالتحكيم ولزيك السيدة عائشة ايه اللي حصل بعد كده لما ارتضى بالتحكيم فايه اللي حصل فلما سيدنا اوبكر حب يعاقب السيدة عائشة على ما رأاه انه ليس من الحسن للأدب اللي هو التعامل مع حضرة النبي لما قالت له تكلم انت ولا تقول الا صدقا فقال لها يا عدوة نفسك من يصدق اذا لم يصدق رسول الله فعملت ايه اختبأت خلفها الرسول الله لان علمت ان هو منصف ما بيصعطش المسائل نجيب مين نجيب عمر لا نجيب عليه لا نجيب خلاص انت عايزاء اوبو بكر خلاص يبقى ايه اللي حصل علفت ان هو منصف سادس حاجة بقى في المهارة دي تعلم متى تنسحب ايه ده انتوا بتقولوا ايه انا انسحب شفت انت جاهز للصراعة اه تنسحب لما تلاقي المسألة زادت وخلاص والمسألة هتوصل لمكان مسدود على طول اتعلم ان انت تؤجل تؤجل ما تتصرعش اتعلم ان انت ايه اللي حاصل تقول كلام جميل ايه اللي حاصل انتوا الاتنين بتتخنقوا مع بعض هو ده كان يصح ان انت تعمل الكلام ده من غير ما تقول لي يصح ان انت تطلب الكلام ده او تتصرف في الحاجة الفلانية ادي او تتفق على عزومة مع والدتك من غير ما تقول لي هو انا يعني قطعة في القطعة خشب في البيت اتعلم الانسحاب انت اغلى حاجة في حياتي ما تغيرش الموضوع انا مش بغير الموضوع انا عزيزة علي ان انت يتغير دمك وحقك علي تعالي بقى نسأل انت عايز تروح ولا ما تروحيش يعني ده هيغير حاجة بس هيغير حاجة مهمة جدا جدا ان انت تعرف ان انت مهمة عندي ايه اللي انت بتقوله ده موضوع هتفتكرني ان انا جوز الست على فكرة انت جوز الست فعلا بمناسبة وعلى فكرة انت الراجل ده اللي انيكي الراجل ده هو جوزك والراجل ده هو حبيبك الراجل ده هو اللي انت بتطلب منه الحماية والرعاية وطلوميه لو انه هو مرعاكيش فاذا الانسحاب ده فاني مش لازم يكون الانسحاب انك انت تقول لها يا خلاص بقى وانا عيل لا خالص الانسحاب ممكن يكون بجمال بجمال ولطف ان انت تنسحب بكلام حلو وده مش معناها هزيمة مفيش في البيت اقول لكم ازاي البيت مفقوش حلبة مصارعة الا ازا كنتوا بتعملوا التربست السفرة دي عبارة عن بتحطوا لها حبل وتطلعوا تتخنوا عليها البيت مفقوش حلبة مصارعة البيت مفقوش جيوش واذاك ما ينفعش ان انت تستدع قوات اجنبية تيجي عشان تحل مشاكلكم يبقى مفيش حرب فما فيش هزيمة واذاك تفهم ان حبيبك ده مش عدوك ده حبيبك سترك وغطاك رقق واذاك بعد كده ايه اللي حاصل لازم نتعود ان احنا نتجاوز واذاك لازم الواحد منا يتغاضي تغاضي اريحي طيب رقم سبعة لازم نركز على الحاضر بدل الماضي نتكلم على وقتنا ده انت عملت وانت عملت وانت وانت ناسي ما فيش ان كنت ناسي لا ما بلاش كده انت فاكر اليوم كذا ما عملت كذا لكن احنا دلوقتي هو جايب يقول لي كلام حلو استثمر ده بقى فركز على الاشياء اللي ممكن نبني عليها ونركز على السلبيات وليه طيب لان في الحقيقة هو ده اللي بيديم العلاقات التمث لأخيك يا سبعين عذرا عايزين نلتمث لأعذار وان الماضي ده كان مليء بالأعذار رقم سبعة ان احنا نسعى الى الحل وليس النصر يعني ايه الحل ممكن يكون مش ده اللي انا كنت عايزه بس ده اللي يخلينا افضل ده اللي يخلينا متوفقين ان احنا نأجل السفر لان احنا ما عندناش امكانيات هو رافض السفر وانا عايزة سفر دلوقتي فأجلنا السفر ده مش انتصاري وده مش انتصاره بس ده اللي يديم العلاقة بيننا فلازم نروح للحل مش نروح للانتصار فكرة الانتصار دي فكرة لابد ان احنا نشدع من حياتها اشتركوا في القناة